أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام عدد جديد من برنامجكم اليومي النهار تراندينغ ودائما أبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات مشاهدين الكرام جزائرية أخرى تفتكى الجائزة الأولى في مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم وتثبت مرة أخرى أن حرائر الجزائر لا يفرطن في الأصل شيما أنفال تباني امتلأ قلبها بالقرآن فصدحت به عاليا حيث تفعل رواد الفيسبوك بشكل كبير بالفوز المستحق لابنة ولاية لمسيلة شيما التي فاجأت لجنة تحكيم بمستواها الشيد والفوز بجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم وتسلمت أنفال تباني في حفل أقيمة مساء الأمس بالمركز الدولي للمؤتمرات نترككم تتابعونها في هذا الفيديو ثم نعود إليكم نرجو من الوال مشاهدين الكرام التعليقات جاءت كتالي حمد الذي كتب ألف ألف مبروك عليها فخر الجزائر تعليق مسعود الذي كتب الله يبرك ما شاء الله شرفة الجزائر والولاية أحسن تشريف ربي يوفقها ويستدخطها لأعلى المراتب مستقبلا إن شاء الله آخر تعليق من الحاجم قرآن الذي كتب ألف ألف مبروك للطالبة المزيد من التتويجات وحض موفق في المستقبل مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز التعليقات بخصوص الموضوع الأول ننتقل بكم إلى موضوعنا الثاني أو الهاشتاغ الثاني مشاهدين الكرام قبل أسبوع وبعد أن حل ضيفا ببرنامج وكان دشو بقناة النهار وبعد كشفه لأحد أكبر الأمنيات التي يود تحقيقها في حياته ألا وهي صحاة جدته ووالدته للاعتمار وزيارة بيت الله الحرام محسن جزائري يهدي ثلاث رحلات عمر لصانع محتوى رابح قول أبو بكر المعروف بريبو وللجدة المحبوبة ووالدته أحضان فرح ودموع ملخص المشهد نتابعوا معا في هذا الفيديو ثم نعود عليكم نعودوا وشوفوا هذا الفيديو مع الزملاء شوفوا وش سروا ونعودوا ونرجعوا ريبو كي سقسيتك على الأمنية التاحة بس كي لا بس تشغلية الأمنية تاحين دموعك غالية يا ريبو وإن شاء الله تتحقق هذه الأمنية ما هي الأمنية يا ريبو ما هي الأمنية يا سينينا هذه الأسرار قدرناها أبرك أنا وعدتها أنا أنا لم أسمى ما قلت لحد هذه الحاجة تسمى ديرها لي وإذا لم أسمى ما نحوز على واحد يديرها لي ولا هذه أمنية في قلبي أنا صح حاب نديرها بصور دي أنا وفي الحاجة تاعي أنا حاب نديرها هيوما لعمرة طيب أنا حبيت نقول لك أيضا أنه بعدما فات البرنامج التصل بي شخص ونقول لك على المباشر أنه راي عندك عمراء لك وللجدة تاعك وللأم دحية كبيرة لكم ونشوفوكم في العمراء إن شاء الله الله يسين مدونا عمراء نويكم مدونا هي عمراء الروحو إن شاء الله إن شاء الله هنروحوا لها إن شاء الله مدونا عمراء مدونا العمراء وإن شاء الله تكون عمرة مقبولة لك هذه الأم ربي يحفظه مكتر الله وخيره ما ربي يصره الله غيره ما يالجيتش نقوله إن شاء الله تكون عمرة مقبولة لك للجدة وللأم مشاهدين الكرام طبعا هذا الخبر تفعل مع نشاطاء مواقع التواصل الاجتماعي ورسلنا لكم بعض التعليقات في التعليق الأول كتب ألف مبروك وجزاكم الله وخير تجدوا في دنياكم وآخرتكم إن شاء الله تعليق آخر كتبت ألف مبروك وربي جازي المتطوعين تعليق خديجة على الفيسبوك كتبت ما شاء الله بالبركة عليهم وربي تقبل منهم ومن المحسن جزاك الله وخير الجزاء تعليق آخر كتبت الحمد لله مازال كاين الناس فيهم الخير ربي يوفقوا في حياته وماله تعليق هنا كتبت فرحت لها من قلبي الحمد لله الذي تتم بفضله الصالحات إن شاء الله عمرة مقبولة ربي طول عمرها تروح وترجع بخير تعليق رابح كتب تروح تولي بخير إن شاء الله وربي يطول في عمرها ويحفظها أمين يا رب آخر تعليق من حمزة كتب مسن هيلة أو عجوزة هيلة الله يبارك تستاهل كل خير عمرة مقبولة مخفورة تدنب إن شاء الله لها واللي معاها وربي يتقبل من المحسن اللي كان السبا إن شاء الله يا رب مشاهدينا الكرام وبهذا التعليق وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار تراندينج شكرا لكم